ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ ياسر عبدالعليم مدير أول عمليات ميدانية ببنك الطعام المصري مرحبا بك أستاذ ياسر وبعد التحية كتف في كتف مبادرة هي الأكبر للحماية الاجتماعية في مصر كيف ترى ذلك في ضوء مشاركتكم فيها؟ أهلاً وأهلاً من كل سنة المصطعبين وكل سنة والشعب المصر بسئر والله المبادرة دي اللي تعملت كتف في كتف دي حاجة فريدة من نوع قدرت تجمع وتخلي الناس كلها متكتف بهدف واحد وهدف هو حالينا بكل المحافظات إن احنا نقدر نساعدهم ولو بحاجة بسيطة من حقهم علينا طبعاً قبل شهر رمضان الكريم طبعاً ده توافر وتجميع لكل المؤسسات المجتمع المدني يشاركوا النهاردة في يوم حافل وعظيم بفكرة إنهم يخلوا متطوعين في كل المحافظات بحوالي تقريباً 16 أو 17 محافظة يقدروا يعابوا كنتين تمام وتتوزع في نفس اليوم أو بحد أكثر من توم الدكرة يكون منتهين من التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية حاجة جديدة جداً وحاجة تويسة جداً لكل أسفل الشعب الماضي أستاذ ياسر نحن نتحدث في مبادرة كتف بكتف عن تعبئة وتوزيع مليون كارتونة مواد غذائية كم عدد الكارتين التي تم توضعها حتى الآن؟ حتى الآن المفروض كل المؤكسات كله داخل بقى عدد محددة متفاوتة يعني مثلاً نحن أكلمك مثلاً في المبادرة مبادرة كتف في الطابعة للتحالة طابعاً وإحنا التباني في الطعم النصري آآ تبعين برضو تحت مضالة المتحالة إحنا النهاردة وزعنا بثلاث محافظات دول النصطين دينا إحنا دول كانت أسوان والغربية وبانيس ويف آآ ودول وقل لهم حوالي خمسة أبين ألف بكتونة بتوزعوا آآ دول النهاردة وبوزء طبعاً عن كامل دكرة آآ بقية المحافظات أعتقد الليبن أن أوصل ممكن نسفر المليون لأن إحنا لسه عندنا برضو إن شاء الله الخلايا الكبيرة مكونات هذه الكارتونة إيه أستاذ زيسر؟ كلها في السلعة الأساسية كلها فيها الرز والمكارونة والزيتة والسمنة والسلسة كل السلعة الأساسية اللي فيه طرف الأسرة والأسرة فاعتمد علينا حتى الزروف اللي بتنور بيها الجباد والعالم كله طبعاً من غلال أفضل كيفية الكام يوم في الشهر؟ كيفية الكام يوم في الشهر؟ كيفية الكام يوم فيه طرف الأسرة ويوم فيه طرف الأسرة هاي هيتم توزيع كل الكارتين الغذائية قبل بدء شهر رمضان المعظم؟ أو على مدار الشهر؟ لا لا إن شاء الله بإذن ده قبل رمضان يكون كل الكراتين يجب أن يتوزعها طبعا بإذن ده من الشعب المصري من الشعب المصري مننا الأحالين طبعا بإذن حق ميزن يعني عندنا فكل ده طبعا نجب أن يتوزع قبل رمضان بإذن ده مبدرة توزيع الكراتين الغذائية و160 وجبة غذائية أيضا على الأطفال وعلى المواطنين هل هيتم تكراروها بشكل دائم؟ آآ تمام هي مقررة وتكاد تكون توني العام يعني أغلبية المؤسسات اللي طبعا يشترك مع ورد الحالف وعضاء في الحالف الوطني آآ في أغلبيتهم طبعا عاملين آآ الواجبات دي كل السنة يعني إحنا كبانة الطعام إحنا بنصلها تقريبا آآ على مدار اليوم شغالين طبعا في التغذية المدرسية والحضانات وشغالين طبعا في الواجبات الخاصة بالكثيرية والواجبات الساخنة اللي بدنا بديها الأهلين طبعا في الأدام المستشقات آآ ده مش عالك الواجبات شغالين طول السنة مش الشهر بس في المدرون أو قبل رمضان طول السنة طبعا أكيد من القطة لا شغالة بالواجبات آآ أخيرا أستاذ ياسر مبادرة كتف في كتف مسؤولة عن 16 محافظة بدأوا بثلاثة من هذه المحافظات ما هي الخطة أو خطة المحافظات الباقية آآ المحافظات الباقية مش شغالة في نفس القطة برضو بتعبئات الكاراتين بس طبعا بعض المحافظات دي ما قدرناش نبصي كلها طبعا تطرق دي إن شاء الله بإذن الله طبعا احنا شغالين في الأماكن طبعا بتاعتنا بتاعت كل مؤسسة خلو بيبتدي برضو يتعمل وينسج الكاراتين وطبعا قبل رمضان برضو طبعا واستعبضة الباقية المحافظات المحافظات دي عبارة عن مبادرة بس وفعالية كده لمدة اليوم دا النهاردة تمام؟ آآ كمحاكاة لانشاك ان شاء الله هيتعامل في أسد القاهرة من التعبئة اللى 4 مليونة لكن طبعا هنغطي الـ 27 محافظة طبعا قبل رمضان بإذن الله إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ياسر عبدالعليم مدير أول عمليات ميدانية ببنك الطعام المصري شكرا جزيلا لك